الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود والصلاة والسلام على رحمة المهدات سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملأ العلا بكماله كشف الدجا بجماله عظمت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله سائل يقول أنا تاجر وهجم على محلي أحدهم يريد الاستيلاء على مالي وخزينتي الموجودة في المحل وكان يحمل سكينا وعصا غليظا ازدم عليه للحانو تتاعو بشديلو درهمو ويديلو الخزينة وش كان في الخزينة القزولة والموس يعني ما نشره دعوه لأن الفقه لازم يفهم المسألة ما نشره دعوه على إنسان ما فيهش العلامات بلي جاي قاطع جاي بموس وقزولة يعني ناوي مع سبق الإصراء وعصا غليظا وتعاركت معه داخل المحل وللأسف قتلته وحكمت المحكمة لصالحي ولكن ضمير يؤنبني وأكاد أوجن شوف كتن إنسان صالح شوف المؤمن ولو تتقدر عليه سراق جاليس ضمنه للحانو تبلموس والعصا الدبزة والأباقار ضربون ضرب قتله دفاعا على نفسه لأن الرجل جاء ليقتله الموس أداته قتلين السكين أداته قتلين هذه القزولة أداته قتلين مع أول الدار معه قتله المحكمة مع حكمت صالحه ولكن كتن مؤمن ويخاف ربي قال لك أكاد أوجن الناس رهي تقتل بقلب أرد لا يكاد يوجن ولا ولو يقتل يخطف يسرق على أي حاجة ومهني ومرتع وضمير مرتع حسبنا الله ونعم الوكيل ولكن ضمير يؤنبني وأكاد أوجن وقد سألت صديقا لي فزادني غما وهمما لما قال لي لو تركته يأخذ المال ويذهب واشفيا تنجو أنت من القتل وينجو هو وربما يتوب يوما ويستغفر ويعيد لك مالك شو دك الصديق الناصح قال له كو خليته يدخل يديكو فرفور درهم ويجي رايح علىه يجي نهار يتوب ويغد لك درهمك مليح هار ينقيسوها واحد يجي تعدالك على بنتك تروح لهذا لي ينصح هذا الناصح هذا تروح له كو خليته يجي نهار يتزوج بيها يجي نهار يتوب ويستغفر هكذا واحد يسخ سيارة شرطة كو خليته ألا أمسكين جيتوا بالسكين والعصر في محلي وماذا يترتب علي والله الذي لا إله إلاه لن تجد نصيح أفضل من نصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم وراني بحثوا بحثوا نقرهالك الآن باش قلبك يهدأ وكي لا تجن اسمع الحاديث ينطابق عليك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال اسمع مليحة وش دروحك حبس حبس كلش اسمع برك زيد شوية التلفزة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي ها سؤال واضح نقول انتهى هو أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي قال صلى الله عليه وسلم وش قال له فلا تعطيه مالك جاء حبيدي لك دارة مكدر ما تعطيه ملوس وش قال له فقال الرجل أرأيت إن قاتلني يعني ضرب معايا قال عليه الصلاة والسلام قاتله وانت يدك فيهم لا يصلوا لا أرأيت إن قاتلني وش قال النبي عليه الصلاة والسلام قال له قاتله زيد قال أرأيت إن قتلني وإذا وقتني وش قال له عليه الصلاة والسلام فأنت شهيد إذا هو قتلك وانت تدافع على مالك ولا عرضك شرفك حقك بيتك فأنت شهيد واش قالوا رجل قال أرأيت إن قتلته كيما انت يا ها دوك شوف هذه حتى تبرد لقلبك أرأيت إن قتلته قال هو في النار رواه الإمام مسلم سمات قال أرأيت إن قتلني قالوا فأنت شهيد المهمة تقبلش الرقص والذل هذا لنا صاحبك قال لك كون غير خليته مسكين واش فيها يدي لك شوية دراهم ويروح ويجي ناري يتوب ويستغفر ويعودي يقول لي لك وين هو عايش هذا وين هو هذا اللي يدخل كوفر فورة على التاجر يدي له تلتمية ولا أربعمية ولا مليار ولا زجملاير ويروح ومن بعد يجي ناري يجي لي يقول له يدي نتكاكيت وجيت ناري تلك زجملاير وعلا يديهم له بك اسمعت هوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام نعود نقرأه لك اكتبوا اكتبوا اكتب هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي قال فلا تعطه مالك قال أرأيت إن قاتلني قال قاتله قال أرأيت إن قتلني قال فأنت شهيد قال أرأيت إن قتلته قال فهو في النار رواه مسلم ما لهذا لي جاي يدي لك درهمك من حانوت بالمش والقزولة وضربت معه وصلك تحياتك ومالك ورزقك وقتلته فهو في النار يجي هذا صاحبه هذا 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 نحيه بس جديد هو صاحبك هذا أحمق هذا أحمق هذا أحمق هذا ما عندهش عقل كيف ينصح أحد النصيحة هذه خليه ويجي رأيته ويستغفر كيف أخليه المال والعرب والبيت ويجي واحد يدي لك ضробك خليه يجي رأيته يجي واحد يدي لك ضربك ولا مالك ولا بنتك ولا عرضك وين هذا ويخليه بليك يجي نعيته ألا وننهضوا على لعبة لعبة حاجة بسيطة حسبونا الله ونعم الوكيل كل الحماقات كل الشاعن سيت واش يقول إلا الحماقة أعيت من يداويها يقول لوحد البيت يعني كل الأمآد ممكن علاجها إلا الحماقة أعيت من يداويها الحماقة ما عنداش علاج كيف تقول أنت الواحد أحمق تطلب منه النصيحة هو عالم تقيب باحث متقف إمام مسجد يعني صاحب تجربة في الحياة أعليه قال لك وخليته يا لا زيد خلصه خير خلصه واطيله درام سائلة من البويرة تقول طويد زوجي من عمله بسبب وشاية كاذبة وأنا حامل في شهر الأول وهو يطلب مني إسقاط حملي بسبب أنه بلا عمل وليس لنا من مدخول إلا مساعدات الأقارب والجيران فهل يجوز ذلك لا يجوز له ذلك كيف إنسان يحوزهم الخدمة عرض ما يروح يحوز خدمة يروح يقتل أوليده شفت الحماقة كيف يروح ماذا قال يحوزهم الخدمة حيطفرها في الجاني اللي هو فيك يعيقتل أوليده خاطر ساني بالأخدمة لا يجوز لك إسقاطه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته